موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة من دورينو ويب نيوز قيمة اقتطاعات الضمان الاجتماعي الجديد للعاملات في المنازل دخلت حيث التنفيذ ابتداء من يناير 2010 حيث حددت المبالغ التي يجب أن يدفعها رب العمل للعامل الأهلي عن كل ساعة عمل سواء أكان مجموعة ساعات العمل يصل إلى 24 ساعة أو على الأقل 25 ساعة عمل في كل أسبوع وينتهي موعد الدفع المقبل لهذه الاقتطاعات فيما يتعلق بالربع الأول من 2010 في العاشر أبريل لمعرفة هذه المستحقات التي يتحمل أداءها رب العمل ولمعرفة نسبة مساهمات العامل في أداء اقتطاعات ضماني الاجتماعي يمكن زيارة موقع تورينو باللغة العربية تنظم مدينة تورينو قسم الخدمات الاجتماعية والعلاقات مع المراكز الصحية اختبارات لاختيار الراغبين في متابعة الدورة التدريبية للمربين ويرمي البرنامج إلى تزويد المشاركين بالممهارات اللازمة في مجال التربية والخدمة الآمة في مدارس رياض الأطفال ودور الحضانة تقديم الطلبات هو من 8 فبراير إلى غاية 19 منه من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر وهذا بمقر أسفاب للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا باللغة العربية لنيا ميكا الخط الصديق هو مركز اتصال 8-03-001 يقدم معلومات للمواطنين الأجانب والإيطاليين حول قضايا الهجرة وذلك بلغات متعددة ويهتم على وجه الخصوص بإعطاء إجابات تتعلق بالعمل المنزل للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع بلدية تورينو باللغة العربية ومركز الاستماع بمدينة تورينو افتتح عالم 1992 يستفيد منه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثالث عشر و الواحد و عشرون سنة ويهتم بمساعدة ودعم الشباب الذين يعانون من مشاكل داخل الأسرة أو لديهم صعوبات نفسية في مواجهة الدراسة أو غيرها من الأزمة النفسية وهو مجهز بطاقة من الأطباء والمربين لإدماج هؤلاء الشباب في الحياة العادية وتسهيل مشاركتهم الاجتماعية لاستفادة من الخدمة التي يوفرها هذا المركز يمكنكم زيارة موقعنا باللغة العربية سيعقد في تورينو من السابق حتى الرابع عشر فبراير إرازمياً البرلمان الأوروبي للشباب الذي سيستقبل مئتي شاب من دول أوروبية مختلفة وسيناقش المشاركون موضوع الاستدامة البيئية في المدن بهدف اقتراح حلول واقعية للمشاكل البيئية المواجهة ويعتبر هذا اللقاء من بين اللقاءات الممرمجة ضمن تورين عاصمة الشباب الأوروبية لسنة 2010 تدرس الجزائر حالياً إمكانية توصر إلى اتفاق مع جنوب إفريقيا من أجل إنجاز مفاعل نووي ثالث موجه لإنتاج الكهرباء وأوردت مصادر إعلامية بجنوب إفريقيا أن وفد رسمياً جزائرياً من الوكال الوطني للطاقة الدرية يبحث حالياً إمكانيات بناء مفاعلات نووية بحجم تلك الموجودة في جنوب إفريقيا بهدف توفير الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وترغب الجزائر التي تحتل المرتبة الثانية في مجال البحث النووي في القارة السمراء في الاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا في مجال إنتاج الطاقة البديلة وقد قررت الجزائر بناء عشرة مفاعلات نووية جديدة موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية وذلك في سياق استعدادها لبحث عن مصدر إدافي لدعم استغلال هذا النوع من الثاقة لأغراض سلمية وينتظر أن تشرع في إنجاز هذا البرنامج الطموح في فترة لا تتعدى ثلاث سنوات على أقصى التقدير لقد كانت هذه آخر أخبار اليوم ضمتم في رعاة الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة